أهلا بكم في نصرة إغبارية جديدة تأتيكم من صالة تحرير اليوم السابع نقدمها لكم خور محمد ورامي الحلواني هنبدأها من عنوين الأخبار وفيها الرئيس إيسيسي يتوقف بسيارته خلال جولة للاطمئنان على مواطن أصيب في حادث ووزارة الرياضة تعلن موعد استئلاف النشاط الكروي النياب العامة تأمر بضبطه وإحضار عمر كمال مطرب المهرجانات وإلى تفاصيل الأخبار نتجه أجرى رئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية مفاجئة العدد من المشروعات الجاري تنفيذها في عدة مناطق وتصادف خلال الجولة تعرض مواطن لحادث سير الأمر الذي جعل الرئيس يتوقف بنفسه للاطمئنان على صحة المواطن ووجه الرئيس السيسي بإحضار طبيب لمتابعة حالة الشاب المصاب والاطمئنان عليه وإلى بيان وزارة الصحة نتجه حيث سجلت اليوم 1691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كما وصل عدد الوفيات إلى 97 حالة وفاة وخرج من مستشفات العزل والحجر الصحي 398 حالة ليرتفع إجمالية عدد المتعافين إلى 12329 متعافي وبذلك يرتفع إجمالية عدد المصابين حتى اليوم إلى 46289 حالة وإجمالي عدد الوفيات إلى 1672 حالة وفاة وفق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعاقدة اليوم على مشروع قانون بشأن مجلس الشيوخ وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة تضمن الباب الأول لمشروع القانون ثمانية مواد تحتوي مدته الأولى تشكيل المجلس ليكون من 300 عضوة وتضمنت المدتان الثانية والثالثة تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وإذا أخذ بنظامي الفردي والقوائم بواقع مئة مقعد لكل من النظامين أما قضائيا أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم نظر أولى جلسات المحاكمة المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك لجلسة 29 يونيو والمتهم فيها حنين حسام ومواد الأدهم وثلاثة آخرين ووجهت لهم تسع اتهامات بينها الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر وتلقي تحويلات بنكية مقابل نشر فيديوهات تحريد على الفسق وهنا يبقى رامي بنشوف أنه بعض مستخدمين السوشال ميديا بينسوا أو بيتناسوا أنها سلاح ذو حدين يعني بمنتهى البساطة لا تخافوا من المعاملة مع السوشال ميديا ولكن في نفس الوقت احذروا في سياق قضائي آخر نتجه حيث أمر المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية بضبط وإحضار المطربين عمر كمال وشيح تكريكا وكزبرة وحنجرة لمشاركتهم في حفل خطوبة في الإسماعيلية ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الحفلات للمثول أمام أنياب العمل التحقيقي معهم وكشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في حفل خطوبة بأداء فقرات فنية بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي واقتصاديا شهدت أسعار الذهب تراجعا للمرة الثانية اليوم مع بداية فتح سوق الزغة هذا الأسبوع حيث تراجعت الأسعار أربع جنيهات قبل قليل بعض هبوط أربع جنيهات أخرى في خلال العاشرة من صباح اليوم ليصبح إجمالي تراجع سعر الذهب تمن جنيهات وسجل سعر الذهب لعيار 21 عفوا 770 جنيه للجرام على خلفية هبوط السعر العالمي للأوقية بسبب صعود الدولار وتراجع العملات وعالميا تخطط حصيلة الإصابات بفايروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 2.170.000 حالة كما تم تسجيل أكتر من 117.000 حالة وفاة وذلك وفق أحدث إحصاء عالمي فيما تخطط خصيلة الإصابات بفايروس كورونا المستجد كوفيد-19 في مختلف دول العالم حاجز 8 مليون حالة فيما تم تسجيل أكتر من 436.000 حالة وفاة وتقترب حالات الشفاء من 4.2 مليون حالة وذلك أيضا وفق هذا الإحصاء أما رياضيا أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فتر التوقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك باستكمال المسابقات الرسمية الخاصة بكرة القدم وأكدت الوزارة أن عودة التدريبات تبدأ 20 يونيو على أن يكون استئناف النشاط الرياضي 25 يوليو وأن الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 1 يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الأندية والصلاة المغطاة وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومي السبت والأحد المقبلين ونختتم نشرتنا معكم متابعين اليوم السابع بأخبار التقس حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء ارتفاع في درجات الحرارة حيث يسود تقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية تقس حار معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود تقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وتقس لطيف بالسواحل الشمالية وتقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية قدمناها لحضراتكم زميلي رامي الحلواني وأنا حور محمد وعد هذه النشرة الزميل محمود نصر شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء